اشتركوا في القناة اي ذاكرة كانت مموري او قرص صلب لما تحذف عنها البيانات صح انها بتروح ولكن بتظلها مخزنة على القرص الصلب الخاص بالذاكرة لحد ما انت تنزل ملفات ثانية على نفس المكان اللي موجود على القرص الصلب سعيت هايك الملفات اللي انحذفت سابقا بتروح بدون ما ترجع فحتى لو حذفت ملفاتك بامكانك انك تستعيدها زي ما انت عارف وفي كثير فيديوهات شرحتها انا عن استعادة الملفات طبعا روابط الشروحات رح يكونوا موجودين تحت هالفيديو بالوصف اذا كنت حابت تشوفهم فاليوم ان شاء الله جايكم ببرنامج حتى نعبي المكان الفاضي الخاص بالملفات المحذوفة على القرص الصلب الخاص في المموري تبعك على اساس انه يصير من الصعب استعادتهم فزي ما حكينا بعد ما تحذف الملف صحيح انه بصير مكانه فاضي ولكنه بيكون موجود داخل القرص الصلب بشكل مخفي لحد ما انت تنزل اشي ثاني مكان المساحة الخاصة بهالملف على اساس انه الملف لمخبه بشكل مخفي يطير نهائيا طبعا بشرحنا اليوم رح نستخدم هالبرنامج اسمه Secure Eraser بامكانك نزله من الجوجل بلاي او من خلال مدونتي ورابط التدويني اسفل الفيديو بالوصف فكرة البرنامج بسيطة جدا خلينا نفتحه زي ما انت شايف البرنامج هيك شكله بكل بساطة طبعا من هون بامكانك تختار الذاكرة اللي انت بدك تحذف الملفات منها او تعب المكان الخاص بالملفات تبعها على اساس انه يصير من الصعب استرجاعها بشكل افتراضي بتكون محطوطة Internal او الذاكرة الداخلية في عندك هون كمان External اذا كان عندك Memory Card خارجي على التليفون فبامكانك تختار ما بينهم Internal او External ومن هون بامكانك تختار نوع الملفات اللي رح يتم الكتابة فيهم على المكان الفاضي بس انا بنصحك انك تخليها Random او Random وكل اللي عليك فقط انك تكبس كبسة Start طبعا اكيد تليفونك بيكون عليه ملفات وبرامج لا تخاف ما رح يروحوا هالبرنامج فقط رح يعب المكان الخاص بالمساحة الفارغة اللي انت كنت حاذف منها ملفاتك فيعني لما تكبس على Start رح يحاول يكتب جو المساحة الفارغة اللي على القرص الصلب تبعك الخاص بالذاكرة الخارجية او الداخلية حسب ما تحدد انت بدون ما يحذف اشي طبعا حكينا من الملفات اللي موجودة حاليا والعملية هاي تستغرق وقت على حسب عدد الملفات اللي عندك وحجم الذاكرة وعدد الملفات اللي انت كنت حاذفهم فكل ما كانت المساحة اكبر وعدد الملفات اكبر كل ما اخذ وقت اطول طبعا زي ما حكينا كل اللي علينا انه نكبس على كبسة Start ونتركه يبلش يكتب داخل المساحة الفاضية ولا تخاف عن ملفاتك اللي موجودة حاليا زي ما حكيت لك طبعا لهم بنكون انتهان من الفيديو اذا كنت حاب انك تحذف ملفاتك بشكل انه ما حدا يسترجعها نهائيا بامكانك تستخدم هاي الطريقة طبعا هاي الطريقة انت بتستخدمها بعد ما تحذف ملفاتك يعني مش انه بتحذف ملفاتك من داخل هالبرنامج لا احذف ملفاتك بشكل طبيعي بعدين استخدم هالبرنامج طبعا زي ما انتو شايفين بعد ما كبست على Start هايو حاليا هون بعبي وبدو يبلش يعبي في المساحة الفارغة اللي حكينا عنها في طريقة ثانية انا شرحتها لحذف الملفات بشكل امن عن تليفونك بدون ما حدا يقدر انه يستعيدها راح اترك لك رابطها تحت هالفيديو بالوصف اذا كنت حاب انك تشوفها بتشوفها وزي ما حكيت لك برنامجنا اليوم اللي استخدمنا اللي اسمه Secured Eraser بإمكانك تنزله من الجوجل بلاي او من مدونتي بشكل مجاني طبعا لهنصار لازم احكي لكم شكرا للمشاهدة ويعطيكم الف عافية كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Golf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته